أهلا بكم من جديد نقاش مستمر وبيان انتخابي آخر التركيز فيه على بعض الجوانب الرئيسة سيساعد الناخبين على فهم برامج المترشحين بشكل أفضل وعلى هذا الأساس أرحب بمرشحي حزب الاتحاد الوطني النائب الأسبق سعادة قصي الادميسي مساء الخير سعادتك وأهلا بك مساء الورد الله يسيد مساء والسيد وسام المجالي مساءك سعيد أهلا بك سيدي لنبدأ معك سعادتك كنت لدورتين متتاليتين بمجلس النواب الأردني السابع عشر وأيضا الثامن عشر ماذا حققت لقواعدك الانتخابية بالزرقاء والارصيفة؟ أخي معاذ يسعد مساءك ويسعد مساء المشاهدين من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها في وطننا الغالي الحبيب وعلى رأس جلالة الملك أطال الله في عمره الحقيقة أنا منتمي لحزب الاتحاد الوطني من 16 عام يعني كنت في مجلس النواب ومنتمي لحزبي الحقيقة حزبي دعمني ودعم المواطن الزرقاوي والرصيفة وجميع أنحاء المملكة كيف دعمناهم؟ شو اللي عملنا إحنا؟ الحقيقة أو بالواقع إنه إحنا وظفنا تقريبا 25 ألف مواطن أردني قاطن في المملكة الأردنية لهاشمية كيف؟ عندنا في حزب الاتحاد الوطني قامات وعندها شركات كبرى واستقطبنا المواطنين والحمد لله رب العالمين وظفنا تقريبا 25 ألف مواطن ما حققته في الزرقاء والرصيفة بالذات أو بالتحديد تلال الفسفات كانت عندنا معضلة من خمسين عام تقريبا وأدت إلى أمراض كثيرة للمجتمع الرصيفة والحمد لله رب العالمين وأنا طلبت من سيدنا ودعم من حزب الاتحاد الوطني وتحقق حلمنا أنه شلنا تلال الفسفات اتنين كان عندنا ما يسمى في بركة البيبسي وأكيد الكل بعرف بركة البيبسي وما شكلها والأمور اللي جرت من وراء بركة البيبسي والحمد لله رب العالمين برضو طلبناها من سيدنا وسيدنا الله يطول عمره ويستجيب لمطالب شعبه والحمد لله قدرنا نحقق وشلنا بركة البيبسي وعملنا عليها مجمعات الآن وعملنا فيها حدائق للمنطقة الرصيفة وكذلك عندنا حققنا كمان أنه في عندنا جسور كانت مهترية والحمد لله رب العالمين كجسر الفرقان مدارس الفرقان وحققناها وكذلك الأمر حققنا جسر ما يسمى في وادي القمر بكلف عالي جدا نعم والحمد لله رب العالمين قدرنا نخدم المواطن من خلال حزب الاتحاد الوطني العريق حزب الاتحاد الوطني عريق جدا أخي معاد نعم والحمد لله رب العالمين وربنا يقدرنا كمان نخدم المواطن الوطني بالتوفيق ورح نرجع نحكي أكثر ساعتك بأسئلة أخرى وأيضاً بيئة البرامج ولكن ننتقل إلى وسام وسام أنت شاب وحياة حزبية جديدة أو قانون حزبي جديد أين ترى وإلى أين ترى المسيرة الحزبية اليوم بالأردن وهل تعول كشاب فعلياً على مستقبل هذه المسيرة أولاً يسعد مسائك سعيد السيدي الحياة الحزبية في الأردن على مر تاريخها مرت بإشكاليات وصعوبات في الساحة الأردنية من خلال شعاراتها وبرامجها كان هناك صعوبة في تطبيقها لكن التغيير المهم الذي حدثه اليوم والذي سيكون أهم تطور في تاريخ المسيرة الحزبية اللي هي مخرجات اللجنة الملكية للمنظومة السياسية بقانونيها للانتخاب والأحزاب يهدف هذا الإشيي هنحكي القانوني إلى برنامج رح يقدموا الأحزاب للوصول إلى السلطة والمشاركة في الحياة الحزبية وهذا السبب إحنا شفناه بالتدرج المثالي أنا بسميه أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات شكراً لك أول النسبة هنحكي 30% السنة الثانية الانتخابات اللي بعدها رح يكون 50% الانتخابات الثالثة رح يكون 65% كل هذا الإشي رح يساهم أنه الناس تقتنع بالأحزاب ويساهم برده بجد والديمقراطية والشباب بالذات رح يختاروا الحزب اللي بيمثلهم من خلال هاي المراحل اللي رح تمرق فيها النسيرة الحزبية صحيح إذن أنت كشاب تعول على هذه النسيرة نعم نرجع لك سعادتك أنت الآن بحزب الاتحاد الوطني وحكيت بأنه حضرتك من 16 عام في حزب الاتحاد وأتشرف لماذا اخترت هذا الحزب بالذات سؤال رائع أخي معاذ الحقيقة حزب الاتحاد الوطني اللي ما بيعرفه مؤسس من سنة 1971 واللي أسسه الله يرحمه وصف التل والكل بيعرف المرحوم وصف التل كان أياما فيه مشاكل في البلد وكانوا حابين للوحدة الوطنية فلذلك أسس هذا الحزب ولغاية الساعة الحزب قائم وبيخدم الوطن والمواطن وأكثر حزب برفض للخزينة فلوس الآن إحنا عنا شخص شخص في حزب الاتحاد الوطني اللي هو الأمين العام أنا بعت له مسا اللي هو الأمين العام تبعنا على الزبون موظف بشركته تقريباً خمسة ألاف شخص شهرياً برفض للخزينة من خلال الضمان الاجتماعي ألاف مؤلفة وكذلك الكابتن محمد الخشمان عنده شركة وعنده موظفين تقريباً ما يفوق الأربعة ألاف شخص أنا انتميت لحزب الاتحاد الوطني لثقتي الكاملة فيهم حزب الاتحاد الوطني يقدم برامج للمواطن وهو الحزب الوحيد لأنه من حقي أقول أو أتكلم عن حزب الاتحاد الوطني اللي ملامس مشاكل المواطن نعم في كل بيت في كل شارع في كل زقة لذلك أنا انتميت إليه وهذا يعني زي ما بقوله نابع من هموم المواطن وحبك للمواطن وللوطن نعم نعم طيب ويسام اليوم الناس بتحكي لك وأنت جاوبت أنه عندنا ثلاث مراحل صحيح اليوم أنا كشاب وأنت كشاب يمكن أحكي ليش أشارك في أول مرحلة وأشارك في ثاني مرحلة خلص بس تلنا للمرحلة الثالثة بس يجيني حكومة حزبية ويصير عندنا العدد كامل بشارك اليوم هل ننتظر للمرحلة الثالثة حتى نشارك في العملية الانتخابية ولا لازم نبلش من اليوم سيدي في مقولة تحكي إن كان الصبر مرا فعاقباته حلوة صحيح سيدي إحنا الشباب لازم نشارك في هاي المرحلة وبالذات المرحلة الأولى لأنه الامتحان بنجح في المرحلة الأولى فلابد من هاي المشاركة ولازم على الشباب أن يتحركوا تمام لينضج لتنضج المرحلة كاملة نعم تمام وإحنا كشعب أردني إحنا من آمن في التطور على مر التاريخ وسيدنا الملك عبدالله الثاني سيدي أمر بهذا الإشي وإحنا بنفسه رح تنجح هاي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والثالث إن شاء الله إن شاء الله طول ما في عنا شباب أردني عم بيحمل هذه الراية فإن شاء الله إن شاء الله ننجح وبنجح وبنجح هذه التجربة سعادتك هناك برامج وجميع الأحزاب قدمت برامج ولكن ما الذي يميز حزب الاتحاد الوطني في البرامج وأيضا اليوم هناك خطة واضحة لتكونوا تحت قبة البرلمان فما هي برامجكم التي تبنيتموها في الحزب الحقيقة أخي معاذ قلت بالبداية إن حزب الاتحاد الوطني مميز مميز كيف إنه مميز حزب الاتحاد الوطني بعدد المنتسبين إليه رقم واحد في المملكة الأردنية الهاشبية ورقمنا بالقائمة واحد رقم واحد يعني هذا الشيء شيء مميز إحنا الحمد لله رب العالمين برنامجنا أعلننا لكل مواطن لكل مواطن في البوادي في القرى في المخيمات في المدينة برنامجنا واحد واضح من حيث الصحة والتعليم والاقتصاد وكذلك الأمور التي تمس احتياجات المواطن الفقير برنامجنا ممتاز جدا وإحنا منقول المواطن يكون معنا زي ما إحنا معاه من خلال الفترة السابقة اللي من من الواحد وسبعين لغاية الساعة مهم جميل جدا نعم طيب وسام أنت متخصص بالحملات الإعلانية واليوم لديكم حملة إعلانية قوية في حزب الاتحاد الوطني من خلال برنامج انتخابي قوي ما هو رأيك في المشهد الانتخابي؟ سيدي بصراحة يعني المشهد الانتخابي الإعلامي هنحكي متوقع الزخم اللي موجود في الشوارع من صور مرشحين من على السوشال ميديا برضو من صور وفيديو وغرافيك وهذه الأشياء متوقع بهذه المرحلة لكن أكون صريح معاك هي بلا محتوى الآن بلا محتوى بسبب عدم وجود محتوى عن البرامج الانتخابية بالشوارع عن أنه آليات التصويت في الشوارع أو على السوشال ميديا إحنا قاعدين بس منوجه على صوت المرشح واسمه زمان في التاريخ كانت لما تصير معركة يطلعوا ثلاث فرسان من الجيشين نعرف كيف وتصير في معركة أولية وبنانا عليها بحكم من المنتصر صحيح ففي الحرب الأولى هنحكي بالسنة الأربعة وعشرين هي هنحكي المرحلة الأولى المبارزة بين الفرسان بين الأحزاب أوكي بسنة الثمانية وعشرين سيد العزيز على أمل إن شاء الله رح يكون في برامج بتشوفها بإعلانات فكر حزبي رح يكون منتشر يعني رح يكون مختلف بالمستقبل فبتوقع أنه في المرحلة القادمة وكل ما تطورت هذه المرحلة إن شاء الله رح يكون فيه نوع من أنواع الألامات المختلفة نعم ساعتك اليوم إيش بتوجه رسالة للمقترعين وأنت رحبت فيهم من أقصى الشمالي إلى أقصى الجنوب من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق سيدي معاذ يعني أنا بوجه رسالة للمواطنين أهلنا وعزوتنا نحن في حزب الاتحاد الوطني ندرك أنكم تبحثون عن مستقبل أفضل لكم ولأولادكم ونعدكم في حزب الاتحاد الوطني بالعمل بجد لتحقيق تطلعاتكم وضمان حقوقكم ونحن هنا من أجلكم لنكون صوتكم ونمثل اهتماماتكم نتمنى أن تمنحونا ثقتكم لنتمكن من بناء مستقبل يليق بنا جميعا معا نستطيع أن نصنع الفرق ونحقق التغيير الإيجابي كلنا الاتحاد الوطني رقم واحد بالقائمة وشعارنا الطيارة بالتوفيق سيدي وبالانتقال إليك ويسام رسالتك لربما تكون مختلفة وأيضا للشباب وتحدث عن هموم المواطن وأنت ستتحدث بلسان الشباب الأردني فما هي رسالتكم اليوم للشباب الأردني؟ سيدي أنا بطالب كل أردني وأردني الخروج لممارسة حقهم الدستوري في يوم الانتخابات اللي هو بعشرة تسعة سيدي اختيار من يمثلهم من القوام المحلية والحزبية هو حق لهم حلو؟ وإحنا كحزب الاتحاد وطني شعارنا ثابت والاتحاد قوة وهو حزب الشباب وقائمتنا أغلبيتها شباب وداما بكرر إحنا الحزب الأول من حيث عدد المنتسبين والحزب الرقم واحد في القوام المحلية وإن شاء الله رح نكون حزب واحد في القوام العامة في القوام العامة سوري ورح نكون رقم واحد في يوم الاقتراض نعم نتمنى لك التوفيق وسام وسعادتك رسالة أخيرة اليوم إيش بتحب توجهها؟ أيضا أنت شاب نعم أنت شاب من الرعيل الأول وشاركت في مجلس النواة وسام يمكن شاب إحنا اليوم القانون نعم بحكينا أقل من 35 وأكبر من 35 بس برضو ما شاء الله عليك شاب زعادك الله يكلمك يا رب يرضى عنك إحنا بنقول يعني كل الشكر لسيد البلاد اللي استحدث هذه المنظومة المنظومة السياسية الحزبية اللي مكن الشباب والشابات من تحقيق أدافهم لذلك إحنا بنقول هم يا أخوان هم يا أخوان شكرا جزيلا سعادة النائب الأسبق قصي ألد ميسي مرشح حزب الاتحاد الوطني شكرا جزيلا إليكم مسائك سعيد كل الشكر نتمنى لك التوفيق وسام المجالي مرشح حزب الاتحاد الوطني أيضا مسائك سعيد ونتمنى لك التوفيق كل الشكر مسائكم سعيد إذن مشاهدين حزب الاتحاد الوطني ورقم القائمة واحد ويمكنكم الاطلاع على البرنامج الانتخابي عبر موقعهم الإلكتروني وأيضا عبر منصات تواصل الاجتماعي مسائكم سعيد شكرا جزيلا لكم هقد اقتربت لحظة الحسم لحظة يكتب فيها المستقبل بأيديكم فتوجهوا إلى صناديق الاقتراع واختاروا الأفضل لخدمة الوطن والمواطن فبصوتكم تبنى التشريعات التي تضمن حقوقكم وباختياركم يفعل الدور الرقابي على الحكومة لتكون في خدمة الشعب أنتم الأمل وأنتم من يرسم الطريق نحو غدا أبضل مساكم سعيد ونلتقي بإذن الله يوم السبت